وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 435 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 28 طن مواد غذائية وتم ضبط 7 أطنان في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط 21 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 615 قضية من بينها 146 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدور القمح المحلي تم ضبط قضيتين بمضبطات بلغت قرابة 10 أطنان أقمح محلية